مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة التي يتكشف لنا خلال العرض أنه مشروع نيوم الذي أعلن عنه محمد بن سلمان ولي العهد السعودي هذا المشروع بداياته أنه فنكوش مثل فنكيش السيسي أول شيء وجدنا أنه الروبوت صوفيا أعطاه الجنسية السعودية يعني ولي العهد قاعد وكل هذا المؤتمر والإعلام والنقل وكذا لنفاجأ أن الروبوت صوفيا ده أصلا ربوت قديم ومستعمل ساكند هاند بالمعنى الإنجليزي يعني وكان يخرج فيه برامج ساخرة والعالم كله شافه وتفرج عليه وإحنا جئين نحتفل بأننا آخر من يشاهد هذا الروبوت ساكند هر بأسسسسر ساكند هاتف ساكند هاتف بسيطان بإمكانية ساكند هاتف بإمكانية بإمكانية حانسي ربوتكس أو مجرد اشتركوا في القناة Hi there, everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. Hanson Robotics develops extremely lifelike robots for human-robot interactions. We're designing these robots to serve in healthcare, therapy, education, and customer service applications. The robots are designed to look very human-like, like Sophia. I'm already very interested in design, technology, and the environment. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Jimmy. Uh-huh. Would you like to play a game of rock-paper-scissors, robot-style? Sure. Okay, let's get this game going. Show me your hand to start. Rock. Paper. Scissors. Shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Let's go. Just kidding. Yeah. You are incredible. It's so nice to meet you, Sophia. Thank you, Jimmy. Friend me on Facebook. I will. Yeah, all right. Thank you, Sophia, everybody. Thank you so much for bringing up David. David, thank you. Thank you. Thank you. All right. Loose be. Nike By MI . Oh, Oh, Oh my Oh Oh, Oh my Oh my Oh, Oh. Oh حتى لبسوها طرحة سموها صفية بلص صفية على قال تبقى اسمه مسلم غيروا يا اخي لون الكاميرا بتاع عينها عينها الزرق دي على انها امرأة اجنبية يعني كله لونوها ولا حطوا عناسات تانية مختلفة اللو يعني كلها لما صب بسيطة في تقديري ممكن ما تكلفش كمي يعني تكلف مئة الف دولار مثلا خليها احنا بقى انت بتكلف في مملكة آل سعوق خليها عشرة مليون دولار وكان المنظر يعني وقبى فيه قبول شوي انما الذي حدث هذا انا مقدرش اسميه الا انه غليطة يعني السيسي لما عمل مشروع الكبدة الفنكوشي الكبدة بتاع عبدالعطي كفتة اللي قال لك هنحط الكبدة في السيخ ومش عايف ايه تطلع تغطيش في المرض من السرطاء انا مش معطار بس هات واحد شكله دكتور يتكلم وكذا ويقول لها حياتش علمية وكذا يقوم الناس اللي امثال حالاته يفهمش عراف الطب ينبهروه انما جايبين لي واحد اصلا ماش دكتور وكنت الصبق قبل كذا وباتهم في قضايا وكذا وجايبينه يعمل يعني ده اللي يغذق فيه الانظمة العربية وبالتالي هذا مفاده ان ريت البداية بتاع المشروع بهذا الشكل لما نأتي لي جزئية انه اعطوها الجنسية السعودية وان هذا انجاز كبير وكذا ده اشبه ان انت حضرتك ما هو الروبوت هو كمبيوتر يعني وله ذكاء صناعة لكن كون انت امتلكت الروبوت طب ما هو انت قبل كذا دول الخليج يعني مملكة ال سعود دخلتها السيارة من مائة عام تقريبا تقريبا من 1922-25 تقريبا في هذه الحدود يعني والانجليز اعطوه الملك عبدالعز ال سعود الملك المؤسل وجد محمد بن سلمان اعطوه سيارات وكذا كل ده كان منحة من الانجليز وبعد كذا الامريكان ايضا اعطوه الانجليز اعطوه كذا اليوم الخليج فيه احدث مركات السيارات في العالم لكن هل فيه احد في العالم قال ان الخليج بلاد متقدمة ابدا لماذا لانه العبرة بانك تمتلك التكنولوجيا تمتلك معرفة التصنيع علم التصنيع كيف تصنع فهنا لما انت حضاك انا لو صابر معايا فلوس اكتر من محمد بن سلمان كنت روحت انا اشتريت الروبوت ده دفعت ثمن وخلاص وديته بقى الجنسية المشهورية ما هي المسألة هازل في هازل ما بالتالي ان انت بتوضيك الجنسة عشان يسافر طب ما انا لو بسافر بسيارتي باخد تصريح للسيارة وجمارك وبركب لها لوحة وكذا نفس المسألة يعني ايه اللي تصريح وكذا ولانا بتصدر تليفونات او بتصدر معدات او سلاجات او غسلات او طائرات او بيشتري طائرات كلها لها اوراق تخصها يعني انما المهم انا كان نفسي يعني لو كنت انا من حاشية محمد بن سلمان وانا عارف ان الموضوع فانكوش بس يكون ممكن نقول مثلا نغير الجلد بتاع الوجه بتاع الصوفيا دي نخلي لون العينين مختلف نركب لها حجاب حتى لو حجاب من الزحلة كده زي مزعاد تلفزيون السعوديات يعني بحيث بمنظر نسمها صفية هكذا يعني وقدت نروح احط حجرين واجيب مقص ويقف محمد بن سلمان وفلان وعلان وكذا ونقص ونقول احنا ما اصنع الروبيتات يعني يقول ان فيه ما اصنع الروبيتات وخلينا بقى في مصنع ربيتات ده عشر 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 السنين كان orgasمم مصنع ربيتات كده جمال عبد ناصر كان بي أعمل كدة صارаو إعلام جمال عبد ناصر كان بروح اص الشريط مصنع الطائرة لحد النهاردة ب Consنعة عشوة طائرة 60 سنة مصنع الدبابات المفاعل النووي واسيسي قص شريطته يعني تخيلوا أن إخراج السيسي الأمور للفناكيش للمشروعات الفناكيشية أدق يعني مش أدق أقل غليطة مما يحدث في السعودية الآن طيب الأمر الثاني هو أنه يتكشف لنا أن إسرائيل من خلال الجنرال الإسرائيلي يعقوب عميدور مستشار الأمن القوم السابق لنا ترياه يعني مستشار نترياه هو الذي تحدث عن أن إسرائيل بتعرض على آل سعود ده الكلام ده من سنتين اللي احنا بنعرض عليكم أن احنا ندير لكم مشروعاتكم اللي هتعملوها ما بعد النفط ولما نضع بجوار تصريحات المستشار نتنياهو المستشار السابق نتنياهو نضع انه محمد بن سلمان زار اسرائيل سرا كما نشرت رويترز نكتشف انه السر في انه محمد بن سلمان اختار منطقة خليج العقبة تحديدا لهذا المشروع واختارها وقال لك هيبه في مصر والاردن طب اسرائيل مطلع على خليج العقبة يعني انت لو ان الاردن مجاورة لك طب مصر مش مجاورة اصلا للسعودية لانه فيه الكيان السخيوني في الوسط اللي هو خليج العقبة ميناء اله ده يوريك انه راح يحك في اسرائيل راح يحك هم الاردن مقالتش ان المشروع ده عنده خالص ده مشروع بتكلف خمسونة مليار دولار خمسونة مليار دولار طب حد طلع من الاردن رئيس ملك الاردن رئيس حكومة الاردن حد طلع عالي يا جماعة احنا لا علاقة بالليلة دي السيسي طلع حتى قال لأي ابو اين يعني حتى عمل تصوير قدام الكاميرات ولا الهواء وانه هيك ان انت هتعمل مشروع بتلت دول تواصل بتلت دول دي كلها كله شابه تشاكسي احمد بوزة يشتم في فقال السعود شوية مش عالف مين يشتم في مين في مين كذا يعني زي انت كل هذه البنية الضخمة بتعملها بانظمة غير مستقرة وانظمة اصلا متشاكسة يعني الاردن كلش يضرب في السعودات يضرب فيه او كذا ويقول لهم طبعاتهم مساعدات طبعاتهم مش عالا فيه يحصل واشي يعني انما يتضح لنا ان المشروع تم وضعه بجوار اسرائيل لانه ببساطة اسرائيل هي التي تشفط الفلوس هعملوا شوية مباني شكلية هكذا واسرائيل هي تاخد الخمسمائة مليار دولار كما جرى في مصر قال لك التعاون والتطبيع مع اسرائيل بوزت لنا الزراعة واسرائيل بوزت لنا المكلة للحاجات الفازية دخلتها في مصر واخذت كل الغازة الطبيعية وكل خيالات مصر اخذتها وانهبتها الخارج فهذا مساجر في بلاد الحرامين الشريفين اسرائيل هتاخد الخمسمائة مليار دولار وقعدين تدخل اكل ملوث وهرمونات ملوثة وهتعي الثلاثين مليون مسلم في السعودية في بلاد الحرامين الشريفين انجلهم السرطان وفيروس سي التهاب الكبد الوبائي وباقي الامراض اللي هي بعاني منها الشعب المصري المسلم الآن هتلاقي السعوديين وقفين بالتوابير في المستشويات بياخدوا علاج بقى كيمول السرطان وكذا وهذا بتعطبهم اسرائيل ده اللي محمد بن سلمان ماش فيه ولذلك بنقول انه السعودية الايام المقبلة ربنا يسطر فيها الجو مخيف جدا وهترتب بعد انه اسرائيل وامريكا تاخد كل الاموال الموجودة في السعودية بعد ذلك سيبدأون في الاستلاع على الاصول ومن خلال لعبة الريال والدولار يعني هيخلوا الريال ينزل زي ما السيسي عمل في مصر وازي كيمول الحب نعرف لو محمد بن سلمان هيعمل ايه نشوف ماذا فعل السيسي لان محمد بن سلمان ماشي وراه فمسأة الدولار في مصر كان الدولار بكام فعد الرئيس مرسي بسبعة جنيه لما اقول في السيسي جيه وصل لعشرة جنيه ثم السيسي في يوم صحينا لان الدولار بعشرين جنيه قالك عوامنا الجنيه فانت هتستيقظ ذاته صباح لتجد نفس الحركة في السعودية وترتب على ذلك في مصر ان نصف ان ممتلكات الشعب المصري المسلم قيمتها نزلت للنصف يعني سويرس الصليبي في حسابه مئة مليون دولار يعادله مليار جنيه مصري مثلا ثاني يوم المئة مليون دولار بتاع سويرس تعادل اتنين مليار جنيه تضعفه توعد في البيت نايم ما تحركش ولا اشتغل واصبح من حقه يشتري ضعف ما كان يشتريه من الشعب المصري بالامس حتى الناس اللي احتفظت بفلوسها ودائحها بالجنيه في البنوك يعني شدت في شعرها نصف امتلكاته انضعت في الهواء دي انا هيك اللي محدش خرج فلوسه لان الفلوس كلها تحفظ عليه ومشكلتنا في مصر ايه انه تحفظه على الاموال ومالحناش نخرج اي فلوس خالص مالحناش نخرج اي فلوس فكاية النتيجة ان احنا طلعنا بقى التطورة كده في مصر تصبح ايه ملتشل كل من هب ودب وحي واحد معه قرشين يعمله قناة ويقول اي حاجة ويضل في الناس وهكذا ده اللي حصل ليه محدش لحي يطلع فلوسه من مصر والحتى اللي معهمش تحفظ يطلعوا امهم مععين الجنيه فبقى الصرواتهم الموجودة سواء العقارية او السائلة اللي بالجنيه برضو ليس لها قيمة فاتخرج ايه مهاش قيمة انت تخرج ايه في مصر طيب مصر تخرج عشرين الف جنيه مصر من نهاردة يجيبوا الف دولار الف دولار دول يعيشوك شهر في تركيا ما عملوش حاجة لكن عشرين الف جنيه دول صاروة في مصر لكن لما تجي تخرج في الخارج ولذلك الناس اللي في مصر عاوزة تخرج مش عارفة تخرج لان الفلوسها ضاعي يعني ما خرجوش فلوسهم بادري ولسه الجنيه له قيمة ده اللي حصل عندنا في مصر مأساة ولذلك انا بنقول كل من يريد ماذا سيحدث فيه بلاد الحرمين الشريفين ينظر للسيسي على طول يعرف الامور ماشية ازاي طبعا انا عملت فيديو سابق وفي ناس هاجموني يقولك ازاي انت بتقول المشروع كده انا قلت يا جماعة الله لو محمد بن سلمان جاد يعني هفترض انه جاد وعنده يعني ما احنا النهاردة بتجي تقول صابر مشهور هيصنع سياره او صابر مشهور هيصنع مركبة فضاء طب هو صابر مشهور هيصنع مركبة فضاء ده عمره صنع مثلا تليفون ازا كان هو عمره بصنع تليفونه ولا عمره صنع مطور عربيه هيصنع مطور فضاء فيه حاجة اسمها سابقة الاعمال فما هي سابقة اعمال محمد بن سلمان ما هو النهاردة مين اللي في السعودية درس مشروع اليوم والله يقولون مين خبراء سعوديين درسوا مشروع اليوم هو محمد بن سلمان في مشروع اليوم ولا غيره يعني مش عشان هو لا هو يعني مش تخصوصه يعني هو يفهم في الربطات والافلام دي ما هو لا حد في السعودية على حد اكوت كان يعادوا جنبه او حد درس كان يعادوا جنبه بجواره على المنصة ويقول لك اهو احنا بعد مئة سنة من مملكة السعود بقى عندنا علماء انما انت النهاردة لا يحتفظ لي من هنجو خونج هنجو خونج هنجو خونج ولا الصنع امرأة دي اصلا ده الصنك توعب حرب اهلية والحرب الاعلامات التانية وكانت محتلة فالسؤال انت النهاردة وجالح تجيب يحد يابان اليابان طلع من ساعة 45 واربعين الحرب الاعلامات التانية كانت مملكة السعودقة ايما قبلها فين علماءك ولا فين ولا فين ولا فين ولا فين ولا اي حاجة جاي لي بعد مئة ساعة تقول لي انا اقرأ مفيش خالص ما عنديش ولا علم اقعدوا على المنصة جنبي انها نميقول سابقة الاعمال لما نعرف الشخص ده هيعمل ايه واحد حرام وفتح بنك بيعمل ايه البنك يقول له هنترق فالتالي ايه احسن سابقة اعمالهم النقطة التانية نفترض ان هما جدين ومخلصين هل هما مستعدين ان امريكا لما تيجي تقتلهم يتصدوا لها امريكا تقول لهم لا ممنوع اليوم المساد الاسرائيلي والمخابرات الامريكية اي علم مسلم بتجده في الظرة في الفيزياء حتى بيخشوا في العلوم الانسانية بيقتلونه علماء المسلمين في العلوم اللي قتلوا سواء من مصر والعراق ولا غيرها كثر هل محمد بن سلماء مستعد انه يقف ويضحي مسلم فعل رئيس مرسي مسلم فعل الرئيس المسلم اردوغان هذا هو السؤال ارجو مشاهدين ان تكون السورة قد وضحت والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة